لدكتور محمد نصف احنا لنا لاحظتم ان احنا دينا 25% نسبة الامية في مصر كتير لا هي الحقيقة مش 25% لان انت بتحسب من 10 سنوات فاكثر انما من 10 سنوات ل 15 سنة ونصف هذه الشريحة الامرية ممكن ترتد مرة تانية للمدرسة من خلال التعليم الالزامي فلما تطرح دي من النسبة دي بتلاقي النسبة بتصل ل 17 و 1 من 10% اللي هي 15 ونصف لما فوق الحقيقة النسبة دي لا تبدو مزعجة ولا حاجة فانا كنت بقرأ في دراسة امريكية صدرة عام 2012 بتقول ان في 90 مليون امريكي لا يجدون مهارات الكراءة والكتاب لا يجدون بس مش اميين بالفعل لا لا يجدون مهارات الكراءة والكتابة لم ينزعج المجتمع الامريكي 90 مليون بالصورة اللي تأهلهم لتحقيق التنافسية والتحق بسوق العمل اللي بيركز على الجودة والجدارات والبقاء للأكفأ والأكدر والأكوة علميا اذا الأرقام قد تبدو مضللة في بعض الأحيان إنما لنا الخطأ أبدا الحقيقة مصر قادرة يعني إذا كان فخامة الرئيس عفتاح السيسي استطاع أن يحل مشكلة فيروسي زي ما حضرتك أشهد في سنة ونص 13 مليون فهو الصفر الافتراضي لأي دولة 7% نقدر نقول إن مصر خالية من الأمية دعا لو عندنا نسبة أمية 7% بنقول خالية من الأمية والحقيقة كلمة أمية بيعترض المصريون عليها الحقيقة لأن مصر بتاريخها بعظمتها بجدارتها كلمة أمي يعني جاي من لفظ أم يعني لا يجيد القراءة والكتابة يعني لسه كما لو كان ولدته أمه وهذا التعبير تعبير مش صحيح علميا ولذلك بنتجه الآن والعالم كله بيسميه القراءة والكتابة تعلم القراءة والكتابة أو القرائية أما كلمة محو الأمية ما فيش واحد يعني أمي بدرجة 100% أول دفعته لو مر عليه خمس سنوات ولم يطالع الجديد والمفيد في مجال تخصصه يصبح أمي في التخصص فالأمية درجات وأنواع العالم الآن لا يتحدث عن الأمية الهجائية زينا ولكن بدأ يتحدث عن الأمية الرقمية الأمية التكنولوجية يبدأ لي حقا أنزعي ده صحيح الأمية الأسرية